قضية على إرهابيين صباح اليوم بقرية لمنعا ببلدية المقرن ولاية الوادي بعد أن انفجرت قنبلة كان الإرهابيين بصدد وضعها في القرية وقد حصر الجيش والوطني الشعبي المكان بعد معلومات وردت عن وجود تحركات لجماعة إرهابية في المنطقة الإرهابيين أحدهما برتبة أمير وثاني يعملوا كمعاون له كشف البروفيسور فتحي بن ناشينه لتلفزيون النهار أن كل شخص معرض للإصابة بجلطة دماغية في أي مكان وأي زمان موضحا عن وجود نوعين من الجلطة الدماغية النوبة الإقفارية وتشكل 80% من حالة الجلطة الدماغية وتحدث نتيجة انسداد في أحد شرايين الدماغ أما الفئة الثانية تدعى نوبة النزيفية وتنتج عن حدوث تمزق في أحد الأوعية الدموية إذ يتسرب الدم إلى أنسجة المخ ياسيم ببصير صد تصريحة تالية لما العرق يترتق هذا الدم اللي يكون يمشي في الشرايين راح يتدفق ويغم ويتصرى فيضانات في المخ هذه في الحالة الخطيرة هو اللي عيطلوا لافيسي إيموراجيك كان الحالة اللي ممكن نعالجوها ما فيهاش مشكين تكفل تحى أسهل وهي لافيسي إسكيميك إسكيميك يعني الدم قتلك ضروري كين حاجز في التسرب الدم على هذا الشأن الجيها اللي جاي فوق الحاجز روما يلحقهاش الدم وبهذا الشأن راح تتعذب وبخصوصي معالجة جلطة دماغية أشرى البروفيسور فتحي بناشين هو نفية نوبة الإقفرية يمكن معالجتها بصفة عادية من خلال المتابعة والقيام بفحصات طبية روتينية في الوضعية هذه كين متابعة؟ المتابعة لماذا؟ لأن نفقد بعض العمليات لازم متابعة وهذه لاكيني اللي نقولها لك هذه في حالة لافيسي إسكيميك كما كل برض فيها متابعة طبية بالآخص هنا إعادة بعض الفحصات إعادة بعض قتلك دولاكينيزي تيرابي ولكن نحب نأكد على هاجة هذه مايش حالة أنا كطبيب نشهد مايش حالة جديدة هذه لو تتقدموا للمراكز الإسعافات ننجم نقوله الآن يوميا كين حالات تعاديسي لرمي تقدموا على القطر الوطني في كل مراكز الإسعافات كين حالات هذه تسأل مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحالة الهاشمي سحنوني عن هرولة العديد من الأسماء عن تقديم نفسها كمرشحين للرئاسيات وأكد سحنوني أن هذه لحزة بعض جسد حتى عن تحقيق نتائج في مواعيد سابقة مشيرا في ذات سياقنا منصب الرئيس مسؤولية أمام الله وأمام الشعب المزيد في ميكروفون عادل زيدي إن هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا هذا الشعب هل فعلا فيهم المؤهلات الشرعية التي تصلح لرئاسة الجمهورية والله الحقيقة أنا ما ننتقد حتى واحد وما نقول على حتى واحد أي كلام ولكن بينهم وبين ضامرهم يسأل نفسهم هل هم مؤهلون لذلك أما بالنسبة للأمر اللي أثرت قضية أنهم ما حصلوا على حتى نتائج فهذا أيضا نقطة أخرى تضافي للنقاط اللي ذكرتها أنهم يعني ما هو ميزانهم في وسط الشعب الجزائري شحرم قادرين يجيبوا من أصوات باش يصلوا لقصر المورادية هذا وأعلن الهشمي سحنوني أن بوتفليقة هو الأوفر حظا في الرئاسيات المقبلة إن قدم ترشحه لخوض غمارها وأضاف أيضا أن شعب الجزائري لن يجد في هذا الوقت من يثق فيه سوى شخص بوتفليقة إذا ترشح بوتفليقة لأس الجمهورية فأنا نقول أن اللعبة محسومة ومغلوقة تماما وهو مبدل أنهم يترشحوا هكذا فرادا ومتفرقين الأولى بهم أنهم يتفقوا على رجل صالح رجل تتوفر فيه المؤهلات والشروط ويجمعوا نفسهم تماما كلهم حوله ويقدمونه على أنه رجل يجمع لعله أن ينافس شيئا ما يعني بعد الحريق الذي نشب ليلة أمس بشرقة هذا الجرحى الثلاثة من مستشفى بني مسوس بأضرار مختلفة وبحالة نفسية مزرية حيث ورجع أحد المتضررين أن سبب رئيسي في الحريق هو المدفأة تفاصيل أكثر في ميكروفون سوميا سماش وحسن مديلشهب كنا في عشرة كنا قاعدين في السارة أنا كنت حاكم كوتي منايا جاتين في لام واحدين في لام قولك أنا مرمشتها يعني أقولك هي بلغ جات من فرنه يشعلوا الكانابيات ومطارح عباك مطارح قاعد بلاستيك عباك هذه الرحة هذيك شغل تغمينها أخويا اللي أقول هذا هذا اللي أخذها خاتش هو كان هو جست مقابل الباب كان حاب يزدي يدخل هذا كان حرق وحاب يزدي يدخل على كي شاب مرته شاب هذا شاب مرته شاب بنته شاب ممكن كان حرق وفي حوادث المرور وقع صباحة اليوم حادث مروع بالطريق الوطني رقم 28 ببلدية مجرى ولاية لمسيلة وبحسب المكلف بالإعلام للحماية المدنية فإن الحادث وقع بالمكان المسمى من الشرطة العامية وهذا بعد استدام عنيف بين شاحنة وسيارة من نوع مصدر وخلف الحادث مصرع رضيعة في عين المكان تبلغ من العمر 18 وتم نقل الجرح المقدر عددهم بستة وهم من عائلة واحدة إلى عيادة مجرى وهم في حالة حرجة ما استدعى نقل الخمسة الآخرين نظرا لوضعيتهم الحرجة إلى مستجفى الزهراوي بالمسيلة أفادت مصادر خاصة لتلفزيون النهار أن المصالح الأمنية المختصة لولاية جيجل قد شرعت منذ يومين في عملية تحري وتحقيق معمق حول قضيات تتعلق بالنصب والاحتيال راح ضحيتها العشرات من المواطنين من مختلف الفئات من بينهم أسماء لأطارات أمنية وإدارية من بينهم رئيس دائرة سابق ومدير تنفيدي لا يزال يعمل بأحدى ولايات الجمهورية حيث قام هؤلاء بدفع مبالغ مالية معتبرة تقدر بمئة الملايين قصد الحصول على قطع أرضية متوجدة بإحدى المناطق الواقعة بالمدخلية الغربي لعاصمة الولاية جيجل قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب والاحتيال من طرف أصحاب هذه الأراضي الوهمية والتي تم عرضها للبيع عن طريق إشهارها في بعض الجرائد اليومية الأمر الذي زاد من ثقة زبائن تشهد الجزائر مؤخرا تزايدا في الفترة الأخيرة خصوصا في المناطق الشمالية للوطن حيث انتقلت عدد دول هزات العرضية من خمسين إلى ثمانين هزة شهريا في ظرف عامين تصل قوتها إلى أربع درجات على سلم ريشتر وهو ما يحدث رعبا لدى نفوس المزيد في تقرير ياسيم باباسي انتعش مؤخرا النشاط الزلزالي بالجزائر خصوصا بالمناطق الشمالية للوطن حيث انتقلت عدد الهزات الأرضية من خمسين إلى ثمانين هزة شهريا في ظرف عامين تصل قوتها إلى أربع درجات على سلم ريشتر نشاط زلزالي أحدث الرعب والخوف والقلق في نفوس الجزائريين الذين لم ينسوا معاشه في زلزال الواحد والعشرين ماي 2003 هذا هو أحصى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجوفيزياء بالجزائر وقوع أكثر من عشرات الهزات الأرضية سنة 2013 أقوها تلك المسجلة بولاية بيجايا بقوة 5.5 درجات على سلم ريشتر ثم منطقة حمام الوان بولاية البوليدة بقوة 5.1 على سلم ريشتر تليها كل من ولاية مستغانا بقوة 4.7 درجات على سلم ريشتر ومدينة عين أزال جنوب شرق مدينة الهضاب العليا بقوة 4.3 درجات على سلم ريشتر كما تم تسجيل هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 3 إلى 4 درجات كزلزال حسخليفة بولاية الواد ومدينة العمرية جنوب شرق ولاية المدية يليه زلزال سور الغزلان بولاية البويرة بالإضافة إلى الهزة الأرضية التي سجلت شمال مليانا في ولاية عين دفلا وشمالي غرباء مدينة بنصاف في ولاية عينتي موشند وآخرها الهزات الأرضية المسجلة في كل من ولاية شلب بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر وولاية سيدي بالعباس بقوة 3.4 درجة على سلم ريشتر وحسب قسم الدراسات ومراقبة الزلزال بمحهد البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء فإن الجزائر معرض لثمانين هزة أرضية شهريا منذ عامين وغير مستبعد تعرضها لخطر اشتياح موجة مد بحر عاتية سواحل الجزائر في حال وقعت هزة بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر هذا وتحدث في الكرة الأرضية سنويا حوالي مليون هزة أرضية لكن معظمها تشعر بقوة عفا ولكن في نفس الوقت حدث زلازل ذات قوة تدميرية تسبب في إزالة مدن بأكملها أو تحويلها إلى أنقاض ودفن سكانها تحت الأنفاق